الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سعع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوا أحدا الله أكبر سريع الله لمن حميد ربنا ولك الحمد لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوا أحد لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر لا إله إلا الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى والصفات العلا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيف فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وباطنه وظاهرة والدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إث والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار لرحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وإخواننا المسلمين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار إلهنا إلهنا إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن الفقراء إليك نحن الفقراء إليك المستجيرون المستضعفون المستضعفون أمام رحمتك يا أرحم الراحمين يا من وسعت رحمته كل شيء يا من وسعت رحمته كل شيء وعم فضله كل حي نسألك اللهم وأنت العلي الأعلى أن تجمعنا في الفردوس الأعلى بفضلك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقضي الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين إلهنا إلهنا عظم الكرب واشتد الخطب وتفاقم الأمر على بعض إخواننا المسلمين مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم أصلح أحوالهم اللهم أصلح أحوالهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم واحقن دماءهم وصن أموالهم وأعراضهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وعاف جرحاهم وارفع مبتلاهم يا رب العالمين إلهنا خابت الظنون إلا فيك وخاب الأمل إلا منك وضعف الاعتماد إلا عليك فاللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك اهزم أعداء الدين اهزم أعداء الدين اهزم أعداء الدين اللهم حرر مقدسات المسلمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين اللهم عليك بالصهاينة المعتدين فإنهم لا يعجزونك ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم لا ترفع لهم في القدس راية ولا تحقق لهم في الأرض غاية واجعلهم لغيرهم عبرة وآية اللهم عليك بالظالمين وسائر أعداء الدين اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين سفكوا الدماء وقتلوا الشيوخ والأطفال والنساء ولم يرحموا الأبرياء اللهم اكفي المسلمين شرورهم اللهم إن لنا إخوانا في الدين مستهم البأساء والضراء والشدة واللأواء فاللهم فرج همهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعرات فاكسهم وحفات فاحملهم ومغلومون فانصرهم ومغلومون فانصرهم ومغلومون فانصرهم ومغلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا قاضي الحاجات ويا مغيث اللهفات ويا مجيب الدعوات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق المبين واهدهم سبول السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا ووفق واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه في أمور دينه ودنياه اللهم وفقه لما تحبه وترضى اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم كله معينا وبه حفيا وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اجزهم على ما قدمه للإسلام والمسلمين والحجاج والزوار والمعتمرين والمنكوبين والمعوزين اللهم اجعل ذلك في صحائف أعمالهم وفي موازين حسناتهم واجعله خالصا لوجهك الكريم اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم وفق جميع أولاة المسلمين لتحكيم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أكرم أكرمين ويا أجود الأجودين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنتك ما أثنيت على نفسك اللهم هؤلاء عبادك اللهم هؤلاء عبادك يسألونك مسألة المساكين ويبتهلون إليك ابتهال الخائفين ويسألونك سؤال من خضعت لك رقبته من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم وذرفت لك عيونهم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أونهم فاللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الحرم المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما لرحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من فضلك محرومين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل الله وملائكته والصالحون من عباده على خير الورى النبي المصطفى والرسول المجتبى والخلير المرتضى نبينا وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وقتفى الله أكبر 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 الله أكبر 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 شكرا